التعليم العالي تمديد فترة العطلة الربيعية وتعديل رزنامة العطل بالنسبة لسنة الجامعية الجارية حيث كشفت في تعليمة عدلت فيها رزنامة العطل بداية العطلة الربيعية من يوم غد إلى غاية الرابع أفريل المقبل فيما حددت عطلة الصيف بداية من يوم الخميسة الحادي عشر جوليا إلى غاية الثاني سبتمبر فيما أشر القرار إلى أن هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح